كانوا بيعلنوا أرقام السكان في مصر وآخر رقم يا أولاد إحنا عندنا فاكرين طبعا الرقم اللي أنا كنت أحافظه اللي هو مولود كل 27 ثانية فاكرين يقولك إحنا عندنا مولود كل 27 ثانية فاكرين عايز أقول لكم بقى خبر حيفرحكم كلكم إحنا الرقم الجديد إيه كل 20 ثانية لا كل 18 ثانية لا مصر الآن تبقى للأرقام الرسمية تستقبل مولودا كل 14 ثانية وهو مولود وهو مولود وهو مولود وهو مولود كل 14 ثانية في بقى جديد ينضم إلى سكان مصر مصر الثامنة على العالم يعني طبعا إحنا مش متقدمين في ترتيب أرقام كده في حاجة أدى معدل الزيادة السكانية مصر الثامنة شايف أنت متقدم إزاي بس متقدم في إيه يعني أنا مثلا ببتدي الحالة وبخلصها بيبقى جات مدرسة مدرسة كاملة مدرسة بسلطاتها ببغنجها مدرسة يعني أنا بعمل حالة ساعتين ونص ثلاث ساعت اللي ربح يبقوا المصريين شغالين جايبين مدرسة هو الأمر ده مش يعني مش سبب الاستغراب عندي أو ده مش يعني مش اللي عمل لي حيرة اللي عمل لي حيرة هو إزاي الموضوع ده ما بيتغيرش تزيد الأسعار الناس تجيب عيال الدنيا تتزحم والناس تبقى على بعضها الناس تجيب عيال الفصل يبقى فيه خمسين ستين طالب الناس تجيب عيال المستشفيات يا دوبك بنقض بيها المصريين الناس تجيب عيال أنا عايز أعرف إيه الفكرة يعني إيه الشيء اللي بيشجع على إن انتوا تجيبوا عيال أكتر يعني لما نتكلم إن احنا ابتدينا عدد الموليد في الثواني يزيد تبتدي تسأل لماذا الإقبال عن خلفة يعني قلولي سبب ولم يعود هذا الأمر مزعجا لأحد إلا الحكومة والرئيس إنما بقيت الناس الموضوع مش واخد من دماغهم كتير يعني الناس بتزيد يا عم بيجوا برزقهم ويعني يا جات علي أنا عايز أعرف أنتوا بتفكروا في إيه يعني عايز أعرف أنتوا إزاي بتحسبوا الحكاية دي هو مش اللي عنده عيلين يقدر يصرف عليهم أحسن من اللي عنده تلاتة وأحسن من اللي عنده أربعة وأحسن من اللي عنده خمسة وأحسن من اللي عنده ستة وأحسن من اللي عنده سبعة هو مش أحسن كل ما العيال قلت كل ما قدرت توديه يعني من كم يوم كان حد بيكلمني على مصاريف المدرسة فمقوله على العموم يعني مصاريف المدرسة الحكومية مش كتير يعني مش مبلغ قال لي لا مبلغ قلتون ليه دول تلتمائة جنيه قال لي لا ألف وخمسمية قصة أنا عندي خمس عيال أنا بقل بقول له راجل ده قال لي لا ألف وخمسمية وعمل لي خمسة وخمسمية وكمان إيه خايف أحسده حسدك على إيه حسدك على إيه ده أنت في مأساة يا أبا أنا مش قادر أفهم الأمر ده دول العالم كلها فهمت أنه عيال كتير الحياة بقى صعب وطبعاً إحنا الجملة اللي بنقولها دايماً إنها يعني بتشفط التنمية يعني أي دولة تعمل تنمية أنت قاعد بتزرب في عيال طيب هل يعني في مشكلة في الدماغ ولا في مشكلة في وسائل تنظيم الأسرة ولا في مشكلة في التعليم ولا في مشكلة في الخطاب الديني المشكلة فيه إحنا بنتكلم في الموضوع ده بقالنا أربعين سنة فاكرين حسنين ومحمدين زينت الشباب اللي اتنين بقالنا أربعين سنة بنقول للناس لو سمحت فاكرين أنظر حولك أنا عمري بفهمت أنظر حولك ده إيه إنما كان فيه أنظر حولك عشان تنظيم الأسرة كان زمان طول ما أنت ماشي في الشارع تلقى إعلانات تنظيم الأسرة دي وأدوات تنظيم الأسرة دلوقتي ما ظنش إن فيه إعلان كده ما فيش إعلان يقول للناس أسرة صغيرة تساوي حياة أفضل لا ما بايتش كلمة هي جابت نتيجة لا بالمناسبة يعني برضو ما جابتش نتيجة إنما أنت الآن تعاني في كل المجالات مهما زودت الأربعتاشر ثانية أنا فاكر زمان مش زمان قوي يعني أحد المسؤولين الكبار يعني ولا داعي لذكر أسماء قال لي أن حطت قدامي الساعة السكانية ما بعرفش أنام في حاجة كده اسمها الساعة السكانية اللي هو كل شوية كان وقتها كل سبعة وعشرين سانية هم ومسؤولية طيب سبكم الدولة وسبكم كل حاجة أنت بالنسبة لك مش عايلين أفضل تلاتة بكتير أفضل يعني ده مش كفاية عايل وعايز تخويه ماشي يبقى له أخ إنما هذا العدد الكبير طب يعودوا فين يناموا فين ياكلوا فين العشوائيات طب أنا عايز أسأل سؤال أما كنا نروح عشوائيات نصور وكده نلقى الناس قاعدة في عشش عشش وجايبين عيال كتير قوي طب أنت جايبهم ليه يعني ده أنت مش عارف يبقى عندك سقف بتلف كل 14 ثانية في عايل ولد بنت ولد بنت بنت ولد الله يكون في عون الناس اللي بتشير الكلام ده بصراحة يعني ومش فاهم إيه اللي ممكن يتعمل يعني واضح جدا إنه موضوع مالوش حل قريب بس لازم نحاول مش لازم نسكت يعني ده حكاية